هذا هو فصل الختام في قاضية اختطاف طفل بمنطقة العمرانية بلجيزة لم يتجاوز عمره خمس سنوات عودة إلى أحضان أمه سالما طح يا مصر رجعوا لابني رجعوا لابني رجعوا لابني كان خطف ابن عماته مئة ألف جنيه دفعت ابن عمات الطفل إلى اختطافه مشاركة مع أخيه وبائع متجول حيث قاموا بمساومة والد الطفل على دفع المبلغ نظير إطلاق صراحه أقول ما جيت اتصلت على مصطفى واتصلت على عصام بطلقوا بتعلقوا للطلبية عشان فيه مصلحة والواد الثاني هو من جنة الصبح خدتنا هو مصطفى وطلعنا ركبنا توكتك من بره وطلعنا شرع نصر الدين كلمت عصام وطلقوا لحصام تعالى عشان فيه مصلحة رأى عصام جاي عند نصر الدين خدنا الواد وخد حصام ركبنا المترو وغيرنا من المترو وركبنا المحلة ورننا على ابوه طلبنا فيديا مئة ألف جنيه مدرية أمن الجيزة وتنصيقا مع الأمن العام ألقت القبض على السلاسة بعد أن نجحت في كشف أمود الواقعة وسلمت الطفل إلى أهله في زمن قياسي في أقل من 24 ساعة تم تحديد هوية الجنة وتم ضبط أحدهما في منطقة الأمرانية والذي قام بإرشادنا عن بقية المتهمين وقمنا بإعداد مأمورية لدائرة اسم ثالث المحلة تمكننا من خلالها من ضبط الطفل المختطف وبقية المتهمين فكروا في الخطف ونفذوا مخططهم لكن لم يدور بخلدهم أن سقوطهم في قبضة الأمن سيكون سريعا وإلا لما أقدموا على فعلتهم الشيطانية هذه التي لم يرعوا فيها أي اتصلة قرابة شكرا